برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع هل تحلم بالتغيير؟ هل ترنو إلى مستقبل أجمل؟ تأمل حولك وحدد هدفك فالطموح يزهر داخلنا منذ الصغر ليثمر شغفا وإصرارا وإبداعا لا حدود له فكر جرب تميز باختيار اتصاصاتنا الجامعية المهنية التطبيقية التقنية فكتش بداخلك لتجد نفسك وقل على اتفاق بأنه مكان أنسى لتطوير ذاتك لتحقيق رغباتك لإظهار إبداعاتك وكن فخورا بانتمائك للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الماضي وهو سؤال عين الأخطاء النحوية الواردة في التراكيب الآتية وصوبها نشوف رقم أربعة ما فتئة أباك ذو كرم ما فتئة أباك ذو كرم ما فتئة من أخوات كان نسترجع كل مواضيع النحو التي أخذناها في المنهاج ما فتئة من أخوات كان طب كان أخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها هنا لو رأينا ما فتئة أباك أباك اسم ما فتئة لكنه منصوب نقوم بتصويبه في حالة الرفع كان أخواتها مرفوع طيب أباك من الأسماء الخمسة إذن بيكون علامة رفعه الواو أما الألف فهي علامة نصب إذن نصوب أباك ونقول ما فتئة أبوك طيب ذو كرم مرفوعة برضو من الأسماء الخمسة في حالة النصب الوحيد في اللغة العربية علامة نصبه الألف هو الأسماء الخمسة إذن نقوم بتصويبه ونقول ذا كرم إذن الصواب ما فتئة أبوك ذا كرم ونشوف الإجابة على الشاشة ننتقل إلى رقم خمسة لعل أخوك ذي علم طبعا لعل من أخوات إنه أخواتها وإن أخواتها تعمل عكس ما تعمل كانوا أخواتها يعني تدخل على المبتدأ والخبر تنسخهما تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إذن لعل أخوك ذي علم طبعا أحببت أن آتي بأمثلة على العلامات الفرعية لتصويب الأخطاء لأنه أكثر شيء ما يأتي عليها لعل أخوك أخوك مرفوعة إذن في هذه الحالة يجب أن أنصبها فالصواب أن أقول لعل أخاك ذي علمت جر ذي لعل متنصب ولا رفع ذي علم على متجر إذن الصواب أني أرفعها لأنه خبر لعل إذن ماذا أقول لعل أخاك ذو علم نشوف الإجابة لعل أخاك ذو علم نشوف رقم ستة إنما الفلسطينيين إخوة فلا تعتدي عليهم بأحاديث سيئة نسترجع إنه أخواتها طبعا اسم إنه بيكون منصوب لكن إذا دخلت عليها ماء الكافة ماء زائدة يعني تكف عمل إنه إذن ما بعدها سيصبح مرفوعا مبتدأ وخبر إذن إنما الفلسطينيين الفلسطينيين جمع مذكر سالم هنا منصوب أو مجرور يعني علامة النصب والجر الياء إذن لازم تكون مبتدأ ومرفوع لأنه ما كفت عمل إنه إذن صواب أن أقول إنما الفلسطينيون إخوة نشوف إحنا البعضة فلا تعتدي نسترجع الفعل المضارع وعلامة إعرابه هنا لا ناهية وتعتدي معتل الآخر إذن إلى ناهية تجزم الفعل المضارع في حالة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر نحذف حرف العلة حرف العلة يا نضع كسرة تحت الدال ونحذف اليا فنقول لا تعتدي ونضع كسرة لو كانت ألف بنضع فتحة لو كانت واو بنضع ضم مع الحرف اللي قبلها لأن هذا الحرف الذي يناسب حرف العلة إذن تاني خطأ فلا تعتدي في حالة الجزم نحذف حرف العلة لأن هنا لا ناهية وتجزم الفعل المضارع والفعل المضارع المعتل الآخر علامة جزمي حذف حرف العلة فلا تعتدي عليهم بأحاديث سيئة أحاديث كما رأينا مجرورة لكن الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجرب الكسرة إلا إذا أرف بأل أو كان مضافا إذن هنا ليس معرفا بأل وليس مضافا إذن علامة جره الفتحة فأقول بأحاديث سيئة بأحاديث سيئة لأنه ممنوع من الصرف إذن الإجابة الصواب صارت أصبحت إنما الفلسطينيون إخوة فلا تعتدي عليهم بأحاديث سيئة ونرى الإجابة وتصويب الأخطاء إذن الأخطاء الفلسطينيون تعتدي أحاديث صوبنا ثلاث أخطاء ممكن يكون خطأين ممكن يكون خطأ واحد ممكن يكون ثلاثة أخطاء المهم نسترجع من بداية النحو إلى آخر النحو في تصويب الأخطاء نرى أسئلة أخرى سبعة لا يزال في المحكمة قاضي يقضي بالعدل لا يزال في المحكمة قاضي يقضي بالعدل نشوف الأخطاء هاي جملة والطالب ممكن ما يعرفش أين الخطأ نحن ننظر لا يزال أيضا من أخوات كان شبه الجملة إذا تقدم وكان يعني فيه اسم لا يزال فشبه الجملة لا يمكن أن يأتي لا مبتدى ولا يأتي اسم لأنه أو اسم لكان أخواتها مستحيل إذا في المحكمة هتكون إيه شبه جملة فيه محل نصب خبر لا يزال ما فيش فيها إشكالية قاضي اسم منقوس واسم المنقوس إذا نكر نحذف ياءه في حالة إيه الرفع والجر ونعوض عنها بتنوين العواض إذا قاضي اسم لا يزال مرفوع إذا بدي أحدف الياء وحط تنوين العواض إذا بقول قاض لا يزال في المحكمة قاض هنا يقضي فيش حرف إلا فيها طب هي لا سبقت لا بيجازم اللي تجزمها وتحذف حرف العلة إذا إيش بدأتكون يقضي فعل مضارع بدأكون مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا جازم هنا حدفت حرف العلة فيش جازم إذا بدي أراجعه إلى أصله يقضي لأنه مرفوع على مطرف يضم مقدرة منع مظورها أثقل إذا الصواب نقول لا يزال في المحكمة قاض يقضي بالعدل وهنا الإجابة أصبحت الصواب نرى قاض يقضي وننتبه للأمور هذه وأمثال هذه الأمور نرى السؤال تمانية لكن للدفاع عن المظلوم محام يسم بنفسه عن الرشوة شوف العكس أجيب كان أخواته إن أخواته حاولت أني أجيب الكؤير اسم منقوس برضو نكرة غير معرف بأل وغير مضعف لكن للدفاع عن المظلوم محام يسم بنفسه عن الرشوة لكن من أخوات إن لكن للدفاع عن المظلوم شبه جملة طبعا تكون في إنه أخواته شبه الجملة إذا تقدمت في محر رفع خبر لكن أو خبر لإنه أخواتها طيب محام اسم لكن طيب اسم لكن منصوب مش مثل اسم كان أخواتها مرفوع في حالة النصب إذا كان اسما منقوسا نعيد الياء وننونه بتنوين العوض إذن بقول لكن للدفاع عن المظلوم محاميا الصواب أن أقول محاميا لأنه اسم لكن منصوب وعلمة نصبه الفتحة ننظر إلى بعد يسم يسم معتل الآخر طبعا والواو محذوفة وهذا لم يسبق بجازم أيضا فلماذا حدفت الواو إذن نرجع الحرف المحذوف لأنه ليس مجزوما إذن أقول يسم بنفسه عن الرشوة نرى الإجابة الصواب إذن نقول محاميا يسم نشوف للحضارة جانباني للحضارة جانبيني جانب مادي وجانبا معنوي هنا أين الخطأ وأين الصواب ممكن فيه شوية غلب للطالب نحن نقول للحضارة جانبين طب للحضارة شبه جملة خبر مقدم جانبين بنتكون مبتدأ مؤخر طب جانبين هنا في حالة إيش إما النصب أو الجر الياء والياء خطأ إذن إذا كان مبتدأ بدي يكون المستنى مرفوع وعلى مطرف إيه الألف إذن ماذا أقول للحضارة جانباني للحضارة الصواب جانباني جانبان مرفوعة صح إذن هنا بدي أفصل الجانبين فإذا كانت جانبان مرفوعة فالتفصيل الأول بسميه بدل تفصيل مرفوع ممكن أجيب لك جانب جانبا بيكون خطأ لأنه البدل يتبع المبدل منه في علامة الإعراب جانبان مرفوع إذن جانب بدي يكون مرفوع وهيها أمان ما مرفوعة مدي صفة جانب ومدي صفة مرفوعة تتبع الموصوف طب الواو عطف قلت في العطف وجانبا معنوي إذن أين الخطأ إذن أين الخطأ المعطوف يتبع المعطوف عليه في علامة الإعراب فأقول وجانب معنوي ممكن أغير في علامة الإعراب أقول جانبا ماديا إذن هنا بصبح الخطأ الرجع كما رأينا إذن بدل التفصيل يتبع المبدل منه جانبين أصلا جانبان الصواب فجانب يتبع المبدل منه بقول مرفوع مدي صفة الواو عطف جانبا جدت منصوبة والمعطوف يتبع المعطوف عليه في علامة الإعراب فأقول وجانب معنوي هكذا تصبح الإجابة وعيننا الأخطاء وأجبنا الصواب إذن جانبان وجانب هي الصواب نرى غيرها عشرة علمت هؤلاء المعلمون لا يعرف نفسيات طلابهم نرى نشوف علمت تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر إذن المبتدأ يصبح مفعولا به أول والخبر يصبح مفعولا به ثاني لكن إحنا ليس هذا هو موضع تصويب الأخطاء نشوف إيش الموضع علمت هؤلاء هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أول المعلمون طبعا المعلمون وقعت بعد اسم الإشارة معرف بأل فنعربها بدل من اسم الإشارة اسم الإشارة منصوب إذن البدل يتبع المبدل منه في علامة الإعراب إذن المعلمون يجب أن تكون منصوبة مثل موقع هؤلاء إذن الصواب نقول بدل منصوب وجمع المذكر السالم علامة نصب إذن نقول علمت هؤلاء المعلمين هاي خطأ وصوبنا المعلمون الصواب المعلمين لا يعرف نفسيات طلابهم هذه ليست ناهية لا نافية ولا النافية لا تجزم الفعل المضارع فنقول لا يعرفون نفسيات طلابهم إذن الصواب لا يعرفون لأنه هنا لا نافية وليست ناهية كي تجزم الفعل المضارع نرى الصواب على الشاشة إذن المعلمين لا يعرفون رقم 11 عوقب الطالبين كلاهما إذ أنهم متأخرين هنا في أخطاء كثيرة حاولت أجيبها عوقب نقول فعل مبني المجهول نسترجع كل ما أخذنا في اللغة العربية عوقب فعل مبني للمجهول والفعل يكون محذوف إذن الفعل المبني المجهول إيش بد يكون مع نائب فاعل الطالبين مسنة طب نائب الفاعل بد يكون مرفوع والمسنة على مطرف الألف إذن نقول عوقب الطالبان 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 كلاهما هنا توكيد للطالبان إذن عوقب الطالبان كلاهما وكلاهما إذا أضيفت إلى ضمير تلحق بالمسنة والملحق بالمسنة أيضا على مطرف إذن هنا فيش أي خطأ في كلاهما إذن الخطأ وين في الطالبين نقول الطالبان إذ أنهم طبعا بعد إذ تأتي همزة أن مقصورة واجبة الكسر هنا همزة أن فوق ننتبه إلى فتح وكسر همزة أن يأتي فيها في تصويب الأخطاء إذن إذ بعد إذ تكسر همزة إن وجوبا إذن بنزل الهمزة الفوق تحت الصواب إذن أقول إذ إنهم طب إنهم إن تنصب اسمها وترفع خبرها طيب كل ضمير مع إن أخواتها في محل نصب اسمها طب متأخرين هنا منصوبة طب خبرها بد يكون مرفوع إذن لازم أرفع متأخرين وهذا جمع مذكر سعلم إذن إيش بقول على مطرفعه الواهو إذن متأخرون إذن صارت عندي ثلاث أخطاء هنا عوقب أو الخطأ الطالبين الصواب الطالبان نائب فاعل مرفوع على مطرفي الألف إذ أنهم الصواب إذ إنهم لأنه همزة إن تكسر وجوبا بعد إذ متأخرين خبر أنه وخبر أنه يكون مرفوع إذن بقول متأخرون نرى الإجابة على شاشة التلفاز إذن الطالبان إنهم متأخرون لعمرك قسمي أني أحبك في الله لعمرك قسمي أني أحبك في الله إذن لعمرك نص صريح في القسم والنص الصريح في القسم يصبح مبتدأ والخبر محذوف وجوبا إذن قسمي أو ممكن تلاقي بدل قسمي يميني إذن يجب علي أن أحذف الخبر وجوبا هنا وجود الخبر خطأ إذن لازم أحذف قسمي بعد القسم صدر جملة جواب القسم تكسر همزة إن هاي موضوع كسر آخر إذن في صدر جملة جواب القسم تكسر همزة إذن أني خطأ إذن يجب علي أن أكسر الهمزة وأقول إني أحبك في الله إذن هاي خطأين يجب أن أحذف الخبر لأنه محذف وجوبا بعد ذلك في صدر جملة جواب القسم همزة أن تكون مكسورة وجوبا إذن الصواب لعمرك إني أحبك في الله نشوف الإجابة حذف نحذف نحذف قسم وأقول إني هذه الإجابة نحذف قسم وأقول إني لعمرك إني أحبك في الله هذه الإجابة نرى أسئلة أخرى في تصويب الأخطاء ما مرشدون أبناءهم إلا مخلصين ما مرشدون أبناءهم إلا المخلصين طبعا هذا استثناء مفرق يعني ما فيش مستثنى منه بعد إلا إذن في هذه الحالة أول شيء نعمل إذا كان الاستثناء مفرق نحذف النفي وإلا عشان نسفل عن الأمر ما مرشدون أبناءهم هي أبناءهم لكن الهمزة هنا مرسومة على واو وأبناء مفعول به لمرشدون لأنها سبقت بنفي وإسم الفاعل إذا سبق بنفي يعمل إذن ما مرشدون إيش أقول أبناءهم أحط الهمزة وين على السطر إلا المخلصين المخلصين موقع رفع إذن إلا المخلصين خطأ إذا أقول إلا مين المخلصون ما مرشدون أبناءهم إلا المخلصون تمام تمام نشوف الإجابة على الصبورة على الشاشة إذن أبناءهم نضع الهمزة على السطر والمخلصون على ما ترفعها الواو فبضع الواو نشوف أربعة عشر أضحة رياضك يابغداد مقبرة والأرض والماء والأجواء تستعر أضحة رياضك يابغداد مقبرة والأرض والماء والأجواء تستعر هنا نشوف أضحى رياضكي يا بغدادة مقبرة هنا فيه طبعا عندي نشوف الراجع غير دائما وقرأ وضقق في القراءة أضحى رياضكي أضحى من أخوات كانت ترفع الاسم اسمها رياضكي هي مرفوعة إذا صحيحة يا بغدادة يا بغدادة هي منصوبة لكن بغداد يا بني اسم علم واسم العلم يبنى على ما يرفع به في محل نصب في المنادة يبنى على ما يرفع به في محل نصب إذن يا بغدادة خطأ لأنه اسم علم بدي يكون مبني على الضم في محل نصب إذن هاي أول خطأ أقول يا بغداد الصواب يا بغداد مقبرة طب مقبرة ليش مرفوعة طب أضحى رياضكي مقبرة أصلا إذن خبر أضحى بدي يكون منصوب إذن بدل مقبرة أقول مقبرة إذن عندي خطأ أين يا بغدادة مقبرة بغدادة منادة ومنادة اسم علم فاسم العلم يبنى على ما يرفع به في محل نصب إذن هنا مفرد يبنى على الضم في محل نصب ومقبرة خبر أضحى وخبر أضحى منصوب إذن بقول مقبرة نرى الإجابة ونشوف بغدادة مقبرة مخطئا من يقول أنا بخير أي خير ونحن نشرب وحلو إذن مخطئا من يقول أنا بخير أي خير ونحن نشرب وحلو طيب نشوف كيف ونتابع من أول الجملة مخطئا من يقول أنا بخير إذن هي هنا مش مخطئا طيب نقف فاصل ثم نعود إلى الأسئلة مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر كل الناس بتفكر بنفس الطريقة رأس اعتيادية ومحاضرات صفية لكن أنا بفكر بطريقة غير بفكر بالتكنولوجيا والتطور بالتعليم الجامعي التطبيقي والمهني والتقني اللي راح أكيد يوديني لمهنة المستقبل كل هذا هنا بس هنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فهل راح تكون معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مثل خمسة عشر مخطئا من يقول أن بخير أي خير ونحن نشرب وحلو مخطئا من يقول نشوف العراب ليش مخطئا هنا طب مخطئا من يقول مخطئ خبر مقدم ومن اسم الموصول مبتدأ بوخر من يقول أن بخير مخطئ هذا ايه؟ طبعا الإجابة إذن مخطئا خطأ إذن بدأ رفعها أقول إيه؟ مخطئ من يقول من يقول بعد القول أن بخير طب من مواضع كسر همزة أن بعد القول تكسر وجوبا إذن صواب أن أقول أن بخير أي خير ونحن نشرب وحل أو وحلو طب نشرب وحل طب وحل مفعول به نشرب نحن طب وحل مفعول به إذن بدأ تكون مفعول به منصوب مداله منصوب وهو نكرة إذن بنونه بتنوين النصب وقول ونحن نشرب وحلا إذن الصواب في الثلاث كلمات الأخطاء الموجودة أمامنا مخطئ إن وحلا هذه الثلاث مواضع أخطاء ثم قمنا بقصوي بها نرى سؤال آخر إذا إذا لم أنال من بلدة ما أريده فما صرني إن البلاد رحابه إذا لم أنال من بلدة ما أريده فما صرني إن البلاد رحابه إذن نشوف من أول إذا لم ما فيش فيها حاجة طب لم تجزم وأنال هيا مجزومه على ما تجزمها السكون لكن وسط أنال حرف إلا لا يجوز في اللغة العربية التقاء ساكنين إذا نتخلص من وسطه فأقول الصواب إذا لم أنال إذا الصواب لم أنال مش أنال أي فعل أجوف وكان في حالة الجزم نتخلص من وسطه زي أقول لم أقل أميل لم أمل أنال لم أنال لالتقاء الساكنين أتخلص من حرف العل الوسط وبأجزم الآخر إذن الصواب أقول إذا لم أنال من بلدة ما أريده هاي من بلدة جرومجرون ما اسم موصول أريده كل هذا الكلام نتبع أول بول لكي نقف على الخطأ فما صرني فما صرني إنه للوقاية الياء مفحول به إن البلاد رحاب طب إن في اسمه وخبرها والمصدر المؤول قلنا له موقع عرابي الموقع العرابي هنا المصدر المؤول في محال رفع فاعل طب إذا وقعت إن مع معموليها مصدرا مؤولا في محال رفع أو نصب أوجر تفتح همزة إن بقول أن طب هنا لماذا كسرتها إذن خطأ مدل في محال رفع إذن أضع همزة إن فوق الألف إذن بقول فما صرني أن البلاد رحاب إذن الإجابة قدامنا نشوف إذا لم أنل من بلدة ما أريده فما صرني أن البلاد رحاب نشوف رقم 17 إن من يوهب علم لا يكن ليخفيه عن الآخرين أو ليخفيه عن الآخرين إن من يوهب علم إن من يوهب علم لا يكن ليخفيه عن الآخرين وإذن الخطأ إن من يوهب يوهب من وهبة ترصب مفعولين يعني وهبتك علما طب توهب علم هذه خطأ لأن المفعول به الأول يسد مسد الفاعل بعد حدثه إذن إن من يوهب هو علم بنتكون مفعول به ثاني ليوهب يوهب مدن المجهول وانتبه للأمور هذه إذن بقول الصواب يوهب علما مفعول به ثاني ونائب الفاعل ضمير المستتر يعود على من لا يكن ليخفيه عن الآخرين طب هانا لا طبعا مش ناهية لا نافية إذن الصواب مش أجزم إني أرفع إذن لا يكون ليخفيه ولم للتعليل زي ما هي عادي ليخفيه منصوب عن الآخرين إذن الخطأ في علم لا يكن إذن نشوف الصواب إن من يوهب علما لا يكون ليخفيه عن الآخرين هاي الصواب والأخطاء عينناها وقمنا بتصويبها إذن علما تبقى محلبي ثاني ونائب الفاعل ضمير المستتر يعود على من على من لا يكون لا نافية إذن لا يكون لازم تكون مرفوعة 18 نشوف رقم 18 تقدمت المعلمات حاملات شهادات التقدير للمتفوقات نشوف كيف تقدمت المعلمات التأنيس المعلمات فاعل حاملات طب حاملات كما رأينا الفعل غير ناسخ المعلمات معرفة والمعرفة هنا جاء بعدها حاملات وصف نكرة إذن كل هذه يعني مواضع الحال إذن حاملات حال طب حال منصوبة هاي النصب موجود قدامك لكن جمع المؤنث السالم علامة نصبه إيه الكسرة علامة نصبه إيه الكسرة مش الفتحة كما نرى أماما إذن بقول تقدمت المعلمات حاملات إذن الصواب أقول حاملات طب اسم الفاعل إذا وقع حالا أو المشتق العامل إذا وقع حالا طبعا يعمل حاملات شهادات التقديري طب شهادات برضو أيضا جمع مؤنث سالم بد يكون مفعول به لإسم الفاعل حاملات إذن علامة نصبه أيضا الكسرة فبقول حاملات شهادات التقديري للمتفوقات ونشوف الإجابة الصواب أمامنا ويريدنا دائما ننتبه إلى هذه الأمور الأمور الآن نرى رقم 19 و20 آخر شيء هل رافع أباك معه حقيبتاني الصفر هل رافع أباك معه حقيبتاني الصفر طبعا هل استفهام رافع اسم فاعل بعد هل بعد الاستفهام يعمل إذن رافع مبتدأ مرفوع على مطرفيه الضمة صح إذن أباك معه طيب يرفع أبوك أصلا هل يرفع أبوك معه إذن أباك بدأ تكون فاعل لإسم الفاعل فاعل لإسم الفاعل برضو سد ما سد الخبر إذن أباك بدأ يكون مرفوع وهذه أسماء خمسة إذن بقول هل رافع أبوك معه رافع برضو يعمل عمل فعلا يرفع أبوك حقيبتان مش مرفوع بيكون حقيبتان هنا مرفوعة لأنها مثنة إذن الرفع خطأ بدأ تكون منصوبة أيضا في خطأ ثاني فيها إن حقيبتان الصفر مضافة وإذا أضيفت نحذف النون فبقول حقيبتي الصفر إذن الصواب هل رافع أبوك معه حقيبتي الصفر ونشوف الإجابة الصواب وننتبه إليها آخر مثل في تصويب الأخطاء إن شاء الله ثم نقف فاصل ونعود إلى النصوص نتناول بعض النصوص اعفو عن زميلك المخلص كي طبق سعيد كي طبق سعيد نشوف اعفو فعل الأمر وفعل الأمر يبنى على ما يجزن به مضارعه ويعفو على ما تجزمي حذف حرف العلة إذن إذن اعفو الصواب أحذف حرف العلة إذن بقول اعفو بحذف حرف العلة عن زميلك عن زميلك المخلص كي كي تنصب هنا طبق عليها فتحة لكن طبق معتل الآخر بالألف إذن وين حرف العلة محذوف وفي حالة النصب لا نحذف حرف العلة إذن نعيده مرة ثانية إذن أقول كي طبق والألف لا تظهر عليها الفتحة في حالة النصب للتعذر أما على الواولياء تظهر الفتحة عليها لأنه فيش ثقل في اللفظ كي طبق طب طبق طبق إيه سعيد خطأ لأنه سعيد حال طبق إيه سعيد لا تكون حال إذن الحال منصوبة إذن أقول كي طبق سعيدا إذن عندي ثلاث أخطاء اعفو عن زميلك المخلص كي طبق سعيدا ونشوف الإجابة أمامنا اعفو وطبق سعيدا عيننا ثلاث أخطاء ثم قمنا بتصويبها الآن فاصل ثم نعود نتناول قطع من النصوص ترجمة نانسي قنقر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب وطالبات الثانوية العامة أحبب أن يكون هناك متسع في الوقت لكي أشرح كل النصوص لكن حاولت أني أجيب فقرات أو أبيات من كل نص وأتطرق إلى أسئلة ثم نجيب عنها اقرأ الأبيات الشعرية من قصيدة المشرد ثم أجب عن الأسئلة التي تليها الأبيات أيها الباكي وهل يجد البكى بعدما أصبحت في كل مهبي كفك في الدمع وسر في أفق حافل بالأمل الضاحك رحبي ننصر الأنجم في موكبه موكب الحرية الحمراء يصبي يا أخي ما ضاع منا وقن خالد نحمله في كل قلبي واحد مهب كفكف موكب وطن ما المعنى الصرفي للأولى وجذر الثانية وإعراب الثالثة ولمنكر الكلمة الرابعة الغرض من تنكيرها مهب المعنى الصرفي اسم مكان المعنى الصرفي لمهب اسم مكان ووزنه مفعل كفكف جذر الثانية من دائما المجرد الرباعي زي زلزلة كفكفة خد أول حرف في الثاني وضع في الثاني إذن جذرها كففة زلزلة زللة حصحصة حصصة وهكذا إذن كفكف جذرها كففة موكب إعراب الثالثة في موكب موكب الحرية الحمراء في موكبه اسم مجرور موكب الحرية بدل من الموكب الأول الأول موكب المبدل منه مجرور إذن موكب بقول بدل مجرور ولمنكر الكلمة الرابعة وطن هنا وطن نكرها للتعظيم تعظيم فلسطين وطن فلسطين إذن نكرها للتعظيم نشوف الإجابة طبعا الأولى اسم مكان جذر الثانية كففة الثالثة بدل مجرور لم تجره الكسرة ونكر وطن للتعظيم لماذا اختار الشاعر عنوان القصيدة المشرد موكب لك ما رأيك في عنوان القصيدة بما توحي كلمة المشرد اختار الشاعر كلمة المشرد لأنها تحمل بين طياتها مأساة الشعب بأسره شرد من أرضه ووطنه بالقصر والإجبار والقوة حتى أصبح يعاني بعيدا عن الوطن هذا من ناحية من ناحية أخرى المشرد اسم مفعول للفعل المتعد المبني المجهول شرد وشرد تعني بأنه أخرج من أرضه بالقصر والإجبار بالقوة ليس حبا بالشعب أو من الشعب بالرحيل عن الوطن فلذلك الهدف من المشرد أن تحمل مأساة معاناة شعب شرد من وطنه بالقصر والإجبار لا رغبة منه في الرحيل عن الوطن ثلاثة في هذه الأبيات رؤية الشاعر للحاضر والمستقبل وضح ذلك طبعا رؤيته للحاضر كما نرى من الأبيات أن البكاء ضعف أيها الباكي وهل يجدي البكاء البكاء ضعف والضعف والبكاء على الوطن لا يرجع وطنا مسلوبا مغتصبا ولا يعيد شعبه إليه إذن رؤية للحاضر أن البكاء لا يجدي نفعا لا يعيد وطنا ولا يرجع شعب فلسطين إلى الوطن وأيضا أن ننظر في طريق طويل كبير أفق طريق وعرة طريق طويلة لتحرير فلسطين هذه الطريق لا تكون إلا بتقديم الشهداء المقاومة النضال بالتضحيات لأن الوطن لا يسترجع إلا بالقوة بطريق الدم والتضحيات هذه رؤيته للحاضر إذن البكاء لا يعيد وطنا لا ينفع ولا يرجع شعبا وأن الطريق إلى فلسطين والتحرير لا تكون إلا بإيه بكثرة التضحيات والمقاومة وتقديم الشهداء وأيضا للمستقبل رؤيته بأن الوطن فلسطين لا يضيع من أهله ولن يضيع من أهله ما دام شعب فلسطين يحمل فلسطين في قلبه تسري في عروقه مصر الدم إذن هذه رؤيته نراها أن رؤية في نهاية النص تفاؤلية لأننا شعب الفلسطيني لا تشاؤم عندنا دائما متفائلين ومتفائلين إن شاء الله بأن تتحرر فلسطين نشوف إيه الإجابة لماذا اختار الشاعر عنوان القصيدة لأن كلمة المشرد توحي بالحالة الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهي اسم مفهوم الفعل المتعد شردة ليبين لنا أن هجرة الشعب الفلسطيني من أرضه كانت بالقوة والإجبار قصراً وليس حباً في الرحيل نشوف في هذه الأبيات رؤية الشاعر للحاضر والمستقبل وضح ذلك رؤية الشاعر للحاضر والمستقبل إن البكاء والضعف لا يحرر وطناً مقتصباً ولا يرجع الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه وأن الطريق إلى حرية الوطن بكثرة التضحيات والمقاومة وتقديم الشهداء وأن الوطن فلسطين لا يضيع من شعبه ما دام الشعب الفلسطيني يحمله في قلبه يسري في عرقه مصر الدم نشوف ما نوع الاستعارة في البيت الثالث والضحة ننصر الأنجم في موكبه هنا استعارة يا بني استعارة تصريحية الأنجم شيء مضيء مضيء نور تضيء السماء زينة لكن ليست الأنجم هي المقصودة المقصودة هنا الشهداء إذا كانت الكلمة أمامك والمقصود منها معنى آخر مش لها معنى آخر المقصود منها معنى آخر على قول اعرفها استعارة تصريحية لأنه بتكون الكلمة القدامك هي المشبه به والمقصود المحذوف المقصود منها هو المشبه المحذوف طيب إيش المقصود بالأنجم اللي بتضيء الطريق الأفق اللي رسموا الشاعر هم الشهداء هم المقاومين إذن هنا استعارة تصريحية شبه الشاعر المقاومين الشهداء بالأنجم التي تضيء الطريق لمن يأتي بعدهم أنا مش قيل لك أنك وضحها بس أنا أحببت أن أوضح لك وأعطيك الأكثر نشوف الإجابة الإجابة استعارة تصريحية حيث شبه الشاعر المقاومين الشهداء من شعب فلسطين بالأنجم موكب الحرية الحمراء يصبي ما الصورة البلاغية وما دللتها يبني الصورة البيانية ممكن تكون تشبيه ممكن تكون استعارة مكنية واستعارة تصريحية ممكن تكون مجاز ممكن تكون كناية هنا موقب الحرية الحمراء يصبي كناية عن كثرة التضحيات كناية عن كثرة التضحيات إذن هنا كناية ودلالتها الدلالة الكناية كثرة التضحيات وتقديم الشهداء لأن الوطن لا يتحرر إلا بالدم وهنا أيضا بالإضافة تناص أدبي من قول أحمد شوقي وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يضقه والتناص الأدبي يأتي به الشاعر يربط بين زمنين مختلفين يعني زمن ماضي وزمن حاضر أو شاعر ماضي وشاعر حاضر ليس للتمجيد الماضي ولكن للاستفاد منه نحتذي به ونقتضي به نفعل كما فعل الماضي هذا الغرض من التناص الأدبي نشوف الإجابة الإجابة كناية تدل على كثرة التضحيات ما الغرض من الاستفهام في البيت الأول والنداء في الأبيات السابقة طبعا الغرض من الاستفهام أيها الباكي وهل يجد البكاء أنت جاوبني أيها الطالب جاوبني هل البكاء يعيد وطن طبعا حتى تقول لي لا إذا قلت لي لا معناته غرضه النفي إذن غرض الاستفهام إن شاء الله إذن غرض النفي النهي إيش غرض الاستفهام إيه النفي والنداء في الأبيات السابقة يا أخي يا أخي طبعا نداء للتحصر والأسى إلى هنا نقف عسى أن نلتقي مرة ثانية معكم على قناة الكتابة الفضائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع هل تحلم بالتغيير؟ هل ترنو إلى مستقبل أجمل؟ تأمل حولك وحدد هدفك فالطموح يزهر داخلنا منذ الصغر ليثمر شغفا وإصرارا وإبداعا لا حدود له فكر جرب تميز باختيار اخصاصاتنا الجامعية المهلية التطبيقية التقنية فاكتش بداخلك لتجد نفسك وكن على اتفاق بأن المكان أنسى لتطوير ذاتك لتحقيق رغباتك لإظهار إبداعاتك وكن فخورا بانتمائك للكلية الجامعية للعلم التطبيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر